وفي حدث هو الأبرز هذه الليلة أسفرت قرعة نهائيات مونديال روسيا لكرة القدم التي أقيمت في قصر الكرملين في العاصمة موسكو أسفرت القرعة عن وقوع منتخبي مصر والسعودية بمجموعة واحدة بجانب الأوروغوي وروسيا البلد المنظم أما المنتخبين التونسي والمغربي فقد وقع في مجموعتين قويتين حيث ستلعب تونس إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما في حين جاء المنتخب المغربي في مجموعة نارية تضم البرتقال وإسبانيا وإيران بينما أوقعت القرعة حاملة لقب ألمانيا بمجموعة سهلة نسبيا برفقة كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية أما وصفة العالم الأرجنتين فوقعت بمجموعة متوازنة تضم كرواتيا وإسلندا ونيجيريا كذلك بطل كأس القارات المنتخب البرازيلي فقد وقع بمجموعة متوازنة أيضا حيث ضمت كل من سويسرا وكوستريكا وصربيا ترجمة نانسي قنقر